أكد وزير الخارجية بدرة عبدالعاطي رفض مصر استمرار الحرب في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في التساعي رقعة الصراع بشرق الأوسط مشيرا إلى مسؤولية الدول الكبرى والمؤثرة للتدخل والضغط على إسرائيل لتوقف عن اتباع سياسة حافة الهاوية والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وخلال اتصال هدفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جازي بوريل استعرض وزير الخارجية نتائج الاتصالات التي أجراها مع عدد من وزراء خارجية المنطقة وخارجها مؤخرا وذلك بهدف احتواء حالة التوتر والحيلولة دون اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق هذا وأكد عبدالعاطي أنه لا يوجد بديل عن حل الدولتين دعينا للتحاد الأوروبي وجميع شركاء عملية السلام لتكثيف جهودهم من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والعمل الجاد نحو هدف إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها